موسيقى نتنفس ثلاث مرات نفس تمارين التنفس اللي تسويناها قبل الغنى ندخل من بطننا ونطلع من حلجنا حاضر غمضي عينة ثلاث مين واحد لشتب حكيم يعني راحة إن شاء الله دائما غمضي عينة لو سمح لي رجعي للألفين وسبعة وين كنتي؟ ألفين وسبعة كنت في المغرب في بلدي جنب أهلي وكنت في المدرسة وفي نفس الوقت كان عندي الشي اللي أنا كنت مايلت له كثير اللي هو الغنى فكنت قاعدة أحاول أن وين رجعتني كنت قاعدة أحاول أوافق ما بين دراستي وشغلي أنه كنت أشتغل وفي نفس الوقت الفن اللي هو هوايتي اللي أنا أحبها وحابة أنه يكون عندي فيها يعني مصار حلو المفروض ما تفتحين عيونت بس فتحتيها رجعي غمضي عينت وخليت في الألفين وسبعة في الألفين وسبعة ماشي ذكري أصعب موقف مريتي فيه في ألفين وسبعة وشو كان الموقف وليش وكيف تعاملتي معه الموقف كان أنه أمي كانت مضطرة أنها تسافر لأنه كان عندها شغل فهتسافر بره البلد يعني فبما أنه أنا الكبيرة في البيت فكنت مضطرة أنه أشيل كل شيء في البيت طبعا معاي بابا وأخوي بس في نفس الوقت يعني أنا البنت الكبيرة أنا اللي مفروض أهتم بالبيت أنا المفروضة يعني أسوي أكل ومثل ما قلت لك يعني قاعدة أوافق ما بين هاي وهاي فهذا من المواقف تغير شعورت قبله شوية أول ما ذكرت صار في شي داخلت بعدين فتحتي عيونت رجعتي غمضتي ما رجعت إلى نفس الشعور لأنه شوف يعني هذه الفترة كانت بالنسبة لي بداية طموحات وبداية رسم أهداف وبداية يعني كثير أشياء كنت أبغى أسويها بس في نفس الوقت كانت الحياة مش مساعدة مليون بالمية يعني إحنا من عيلة متواضعة يعني متوسطة الحال فكنت لازم يعني كان عندي أنا هذا هذا الشعور من وأنا صغيرة بما أنه أنا البنت الكبيرة فكان دائما عندي هذه يعني شائلة هذه المسؤولية أني لازم أساعد لازم أسوي شي عشان أهلي لأني أعرف أنهما قاعدين يعني يحاولون يوفرون لنا حياة سعيدة وحلوة وكل شي نحتاجه فحاس أنه الحمل ثقيل عليهم بما أني أنا الكبيرة فلازم أساعد عشان كذا يمكن هاي الفترة كانت عندي كثير كثير مشحونة كم كان عمرتش كان عمري تقريبا 17 سنة ليش يوم تسافرت كانت مضطرة تسافر عشان تشتغل فأنتي حسيت الحمل كبير كان ويت ثقيل عليك كان حمل كبير علي خصوصا أنه بس يعني معاي بابا وأخوي في البيت فأنا اللي لازم أخذ مكانة أمي في أشياء معينة يعني في الاهتمام في الاهتمام بالبيت في الاهتمام فيهم هما لأنه يعني تعرف عنها في المغرب الحريم أو النسوان هما اللي يهتموا في البيت كان صعب هذا الشيء عليك؟ هو بالعكس ما كان صعب هو كان صعب أنه أوفق ما بين الدراسة ومثل ما قلت لك هواي لأنه كان عندي وقتها كان عندي ميول يعني كثير كبير اللي هو أروح أخلص كنت وقتها في الجامعة أخلص من الجامعة وأروح أنزل يجيني مثلا أنتصال أنا كنت قراءة لوقتها فيجيني اتصال أنه تعالي الستوديو فهذه كانت بالنسبة للحياة السعيدة أنه أنا رايحة أسوي شيء أنا أحبه وفي نفس الوقت بالي يظل مشغول مع بابا ومع أخوي اللي في البيت لازم أحد يهتم فيهم كنت تغنين ورا حد معين حد مشهور يعني في الكران؟ ايه كثير يعني مثل منه فنانين غنيتي وراها؟ كثير فنانين مغاربة يعني أذكر في وقتها كان في مهرجان بمدينة العيون المغربية وكان في كثير فنانين منهم وائل جسار نعيمة سميح لطيفة رأفة يعني كل الفنانين الكبار اللي عندنا في المغرب الحمد لله بشير عبدو حلو هل مرت الأيام وغنيتي مع أحد منهم على المسرح أو قابلتيع؟ كأنت فنانة؟ قابلت كأنا فنانة يس منه؟ وائل كيف يكون الشعور؟ حتى أنا ترى في بدايتي قبل ما أكون مذيع كان عندي حلم أنا باديت طفل كان عندي حلم أن الشاشة وهالأشياء وفنانين ومشاهير وناس لهم شأن في المجتمع فأذكر لقائي لأول مرة فسلمو الشيخ محمد بن راشد أنه لما شفت على الطبيعة مرات الواحد ما يستوعب أن الحلم يتصور لواقع مثلا فأنت كنت يتغنين وراهم كورال كنت تغنين ورا الجسار ويوم شفتي شو اللي يختلف في هالمواقف في وقتها كنت أقول يعني إن شاء الله يجي يوم من الأيام وأصير أنا كمان بمكانته فكان عندي هذا الإحساس أنه لازم أشتغل على نفسي تيوم متقابلة وإنت مثلا واصل لمكانة معينة يجيك إحساس بالفخر أنه لا أنا اشتغلت والحين أنا مقابلة as artist هو أكيد يعني أكبر مني فنن بس أنه شعور جدا غريب أنك تحس أنه أنت يعني سويت شيء حققت شيء من أهدافك اللي كنت تطمح لها طيب جميلة يوم تقارنين بين الأجر اللي كنت تستلمينه ككورال وأجرت حاليا على الحفلات ولا الأعراس شو تقولين بينت وبين نفسك أقول لك شغلة من أول ما بديت ما كان عندي موضوع الأجر شيء مهم يعني ما كنت حتى أحس أنه أوكي أعرف أنه اللي يروح يغني وكذا الفنانين يتقضون أجور بس بالنسبة لي كان الموضوع أنه أنا كلموني عشان أغني في مهرجان أو كلموني عشان أروح مثلا تلفزيون أكون في برنامج كنت ما أسأل في موضوع الأجر حتى في ناس كثير يعني اللي كانوا معاي طبعا الله سخر لي ناس اللي ساعدتني بس كمان عن the other side كانوا في ناس الناس المحبطة اللي هو أو الاستغلالية اللي كانت تستغل وجودك أنت كشخص مبتدئ أنها تقول لك مثلا شايف أنه أنت عندك هذا الطموح اللي هو بس تبغى تغني فيمكن كانوا يتقاضوا أجري هما يعني هما كانوا يأخذون فلوس عني ما كنت أبدا أسأل عن هالموضوع بس بعدين أكيد يعني تغير الوضع زي بس إذا حتى قارننا أنا أتكلم يمكن من منظور أيضا راحة في الحياة يعني حين مرتاحة في حياتك أكيد أكثر من السابق أكيد طبعا مادين على الأقل نحنا نتكلم كوضع مادي الحمد لله فبعد شو تقولين عن الأيام اللي مرت أكيد هذا الشريط يمر في بالت بين فترة وفترة هي الحياة up and down طبيعي أخذت ثمرة من نجاحاتي اللي سويتها بس بالنسبة لي المادة ما عمرها حتكون يعني الشي اللي هو يحدد مصيرك بس في نفس الوقت يوم تكون عندك أوقات يصير عندك لخبطة هي أن أنا إيش راح أسوي ولما تضيع كمان يصير عندك خربطة في الموضوع فيبغالها يعني تدرسها صح لأن الفلوس مشكل شيء بالحياة طبيعي طبيعي بس هي النهاية وسيلة على أنك توصلين لشيء موعية لغايتك حتى أكيد صحيح طيب من 2007 في 2008 إلى 2009 آه فجأة جميلة في الإمارات صحيح صارت في الإمارات هاي النقلة الفجائية بلد جديد برنامج هوا جميلة صارت تطلع للناس أكثر تغني صارت معروفة أكثر صار عليها حمل أكثر أن تبين نفسها وتثبت نفسها بين برامج المهوال اللي فيهم عشرات المتسابقين واحد ولا ثمين ولا ثلاثة ينجحون والباقي حتى اللي طلعوا مراتب أولى ممكن يقعدون في بيوتهم صحيح وصفيني كل هالمرحلة اللي مريتي فيها آه يمكن مرحلة ما بين 2008 إلى 2010 كانت شوي صعبة آه لأني كنت توني بادية ومحتاجة يد مساعدة آه الحمد لله الله سخر لي مثل ما قلت لك ناس ساعدوني آه بس في نفس الوقت آه كنت دايما كان عندي هذا التساؤل إن أنا الطريق اللي ماشي فيه صح ولا ولا غلط بس الله سهلها يعني آه وفي هذه الفترة كنت كثيرة السفر يعني سافرت دول كثيرة وأول أول ما جيت يعني أول مكان أسافر له يعني من المغرب كان هو الإمارات وجاية آه مش عارفة البلد آه وكنت لسه صغيرة يعني لسه مش كثير ناضجة آه أكيد تعرضت لأشياء أثرت فيني اللي هو استغلال الناس تبغى تتقرب منك عشان تاخذ أشياء معينة بس أنا كنت دايما ماشية بمبدأ اللي هو من أول ما سافرت نرجع لل2007 كانت عندي هذه الفكرة اللي هي أنا شايلة مسؤولية تجاه أهلي فلازم أساعد أهلي فأول ما وصلت الإمارات كان عندي هذا الهدف الوحيد اللي هو أنا جاي أشتغل عشان أساعد أهلي عرفت كيف؟ فهذه الفترة شوي كان فيه يعني كانت مش 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 ستابل نقول إحنا مستقرة 100% بس هاي الفترة يمكن اللي اكتشفت فيها كثير أشياء واللي نضجت فيها أنا كجميلة وعرفت الصح من الغلط شو أكثر المواقف اللي كنت تمرين فيها في هالفترة اللي تحسين فيها أن أنا لازم أقعد بيني بالنفسي وأفكر صح هل فعلا أن هذه الخطوة اللي مقدمة عليها صحيحة ولا خطأ ولا وين أروح؟ أسأل منه؟ منه اللي كان يساعدك؟ من ما قلت لك الله سخر لي ناس يعني يشوف هي العلاقات مع الأشخاص في أوقات تلاقي شخص ما يبغى منك شي بس حابب موهبتك عرفت حابب ساعدك في أوقات أشخاص يكون فكرهم غير كليا فأنا كنت دايما اللي هو حاط حاجز بيني وبين الأشخاص اللي أنا أتعامل معهم يعني حتى لو أنا جيت أتعاملت معاك في ذاك الوقت حتحس أن أنا خايفة منك يعني اللي هو دايما ما أخذ احتياطاتي في حاجز في خط أحمر في حاجز في خط أحمر في فالناس اللي الله رزقني فيهم كانوا من الناس اللي واثقين في موهبتي ومنهم الفنان فايس سعيدك أو جهلة تحيي حبيبني أبو حمدان نسلم عليه بعد يعني هذا الشخص كثير ساعدني في بداياتي كثير كثير ومن الأشخاص اللي ما تغيروا يعني مثل ما عرفت فايز قبل 12-13 سنة النفس ما هو الحين وناشط صراحة أبو حمدان ما يتغير ولا على حد فمن الناس اللي كثير يعني يساعدوني في بداياتي تذكريني الكلام اللي قالت الوالد أو الوالدة أو أحد من أخوانك أو أي حد نصحت قبل ما تسافرين؟ في حد قالت كلام معين نصيحة معينة شير في إذن تليل الحين صحيح أذكر بابا كان قال لي أنا عندي رجال مش بنت فاللي هو كوني قد المسئولية وكوني قد الثقل اللي أنا معطيك إياها اليوم بعد كم من سنة مرات؟ أكثر من 12 سنة؟ أكثر من 12 سنة شو تحسين أنت بينت وبين نفسك أنسي أهلت شو يقول والد؟ أحس أن أنا إنسانة قوية كنت قد المسئولية؟ أي صرفتي على أهلت وعرفت تعيليينهم؟ كثير الحمد لله كبرت أخوت؟ كبرت أخوي والحين عندي أختي 12 سنة الله يحفظها يا رب يعني أختي كمان من اللحظات الصعبة اللي عشتها أنه أنا كنت موجودة هنا وماما ربت وقتها في المغرب فما كنت موجودة معاها وأختي كنت يعني أشوفها ما بين يعني كل ثلاثة شهور شهر يعني لو جيت حسبت الوقت اللي أنا قاعدت فيه مع أختي فهل 12 سنة يمكن أقول لك سنة ونص سنتين فما تعرفينها بالشكل الكافي؟ بالعكس أختي كثير متعلقة فيني ملك كثير كثير متعلقة فيني يعني أحس أن أنا بمثابة أمها الثانية حالو لو ملاكها تشوفنا الحين شو بتقولين لملاك؟ شو بقول لها؟ حين تشوفنا شو بتقولين لملاك؟ ملاك هي حياتي يا بنتي هي أختلي صغيرة هي أتمنى إن شاء الله يا رب يقدرني وأوه تبغى تبكيني أنت أنا ما bebek mai Yuan إن شاء الله الله يقدرني وأقدر أكون عون لها إذا بتعطيها نصيحة بتقولي لها أنا مريت في تجارب في حياتي أتمنى أنت ما تمرين فيها شو بتقولي لها أختي ما شاء الله عليهم أنه هي صغيرة يعني فيها هذه القوة الشخصية فأتمنى أن شخصيتها تقوى أكثر وتعرف تختار تعرف تختار الناس اللي تتعامل معهم خلاص دمعة في عينة ما بتتكملين أنا ما أحب بذكي الناس يعني إحنا الحمد لله عشنا في عيلة محبة متفتحة ومحافظة في نفس الوقت اللي هو إحنا نعلمك على مبادئ معينة أنت حرة يعني أنت عارفة السيستم حقنا إحنا كعيلة فأنت حرة تختاري الطريق اللي تمشي فيه بس بخطوط حمراء يعني أتمنى أتمنى أن ما بقول أخت تمر من اللي أنا مريت منها ما أبغى هذا الشيء يصير نهائيا بس أتمنى أنها تركز في دراستها لأن الدراسة شيء كثير مهم لتقوي شخصيتها أكثر هذا كل اللي قلناه حين كنت بس أبغي أراوي أو أوصل وجهة نظر معينة أنه نحن نشوف الفنانات اليوم أغلب اللي يغنون في الأعراس تحديداً الفنانات اللي مطلوبات اليوم في الأعراس كثير أنه والله هذين مرتاحين هذين يهم مدخول من الأعراس فقاعدين في بيوتهم مرتاحين وما وراهم مش ضروري على فكرة مش ضروري مع شانتي أنا القصة كيف طلعتي من المغرب وعلى فكرة أنا ما عرف هذه القصة يمكن نحن أصدقاء بس ما عرف أي شيء من المعلومات اللي قلتيها كيف طلعت من المغرب أنا أجاني يعني جتني فرصة حمل مع مكتب وكان المكتب يعني متواجد في لبنان و يجبوا لي كذا حفلات وكذا وانا موقعت معاهم في البداية اللي هو بس حبينا أن نجرب كيف يكون الشغل مع بعض بس مشينا كويس وطبعا يوم وصلت هنا يعني مثلا أكون في الستوديو أشوف مثلا ملحن كاتب مش عارف مين فهذه العلاقات اللي عندنا في المجال الفني أنه فلان حب صوتك حبي يهديك أغنية فلان مش عارف إيش فكذا كذا طلع الموضوع كما قلت لك يمكن الله مسهلي في هذه الطريق وعرفت بعد فترة أن أنا ماشية صح لأنه حط في طريقي ناس عن جد ساعدتني وأنا مش من النوع اللي أنسى الناس اللي كانت واقفة معاي دايما يعني أذكرهم بالخير وأقول يمكن الله مسهلي طريقي بس في نفس الوقت لو لا هم ما كنت وصلت للأنا وصلت له الله يوفقك يا رب إن شاء الله نحن في 2021 حاليا أوكي انسي زمن كورونا حطيه على طرف ولك أنه صار أنا باتت وصفي لي حاليا حياتك أنت اليوم جميلة كيف عايشة داخليا نفسيا وصفي لي نفسيا أنت كيف يمكن أقول لك 2020 بالضبط كانت فترة كثير صعبة كانت فترة رجاعة يعني مراجعة حسابات طحتي ورجعتي أحاول أبدأ من جديد ليش شو صار يعني هي سنة كانت صعبة علينا كثير علينا إحنا جميع أنا أبغي جميلة اليوم وعلي أنا كمان يعني بالنسبة لي أنا هذه الفترة فيها إيجابيات وفيها سلبيات الإيجابيات إن أنا عرفت أراجع أوراقي أراجع حساباتي أخطط أكتب أهداف جديدة أصفي دهني لأنه كان حولي كثير يعني في ناس تشوفك أنت كفنان تشوف بس فنك تشوف بس أنت نزلت أغاني ما نزلت أغاني بس ما تشوف يعني اللي موجود الفوضى اللي تصير داخلنا نحنا الفوضى اللي تصير أنه هي مثلا ممكن مشاكل مع الشركات اللي أنا كنت معاها يمكن يعني مشاكل في الحياة مشاكل يمكن عائلية يعني أنا جتني فترة كنت كده زي شفت الكاسة لما تعبيها موية وتحط الماء 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 وخلاص والطي والماء يعني ينصب في كل مكان ينصب في كل مكان هذي كنت أنا بس الحمد لله أني قدرت أحاول أبدأ من جديد وأصف في دهني وأخطط وأكتب أهداف جديدة وكمان الحمد لله أنه أنا الجو اللي أنا عايشة فيه كثير إيجابي عندي جو كثير بوزيتف في بيتي أنا عارف هذا الجو الله يوفيك يتعرف يعني يمكن من الأشياء اللي قوتني كمان واللي خلتني أنه أرجع أبدأ من جديد وأقول أوكي اللي راح راح الحين في حياة جديدة ويمكن هذا كان فاصل ما بين الحياة القديمة والحياة الجديدة فالحمد لله الحين جميلة مستقرة مرتاحة مطمئنة وكثير بوزيتف الحمد لله إن شاء الله دائما بوزيتف أهم شيء ضروري نزلي إذا بريد أتكلم عن الانتاجات اليوم من وراء جميلة اللي ينتج لها جميلة اللي ينتج لها في معاي ناس اقراب مني بس في إنتاج جميلة شخصية اليوم وصلنا لعصر أن صدق الفنان لازم ينتج لنفسه عشان يستمر أكيد يحتاج الفنان دائما يحتاج شركة إنتاج تكون موجودة بس إذا شركة الإنتاج ما كانت يعني داعمة لهذا الشخص بصيغة يعني حلوة أو مركزة معاه خلنا نقول مركزة معاه كثير صعب يعني الشركة كانت مركزة معه الثاني مثلا قبل ولا الشركة تبغينها تركز معاك أكثر ما فهمت صيغة الكلام يعني أنا من الناس اللي أحب أن التركيز يكون علي يعني إذا تبغى إنسان ينجح لازم أول شيء تؤمن في موهمته تدعمه وتحاول تعليه مش تنطر يجي دورك فهم قصدي؟ هذا هو التركيز اللي أنا أقصده أنه أنا حابة يكون معاي شخص مركز معه فني مؤمن فيني أنه أنا إنسانة ناجحة وحصير يمكن أنجح من كذا إذا كان في دعم أكبر قلتي إنسانة ناجحة ما قلتي نجمة ومشهورة ومدر كيف الشهرة مهمة وحلوة وفي نفس الوقت مو حلوة يعني لها إيجابياتها وسلبياتها ناجحة نعم ناجحة لأنه أنا اشتغلت على هذا النجاح يعني اشتغلت وكديت على هذا النجاح فالحمد لله يعني أنا المكان اللي أنا فيه راضيه فيه مليون بالمية وأتمنى أني أوصل أكثر ما بقول وصلت لأعلى القمة لأنه دائما لما أنجح أقول هذه بداية جديدة لأنه يصير عندك مسؤولية ما لازم أنزل لازم أتم في نفس الليفل أو أعلى منه أنت من وجهة نظرت كل ما نزلت إغنية تكون نفس الليفل ولا أعلى ولا في أغاني تنزل تحت لا مش بالضرورة يعني للأسف الناس الحين صاروا يركزون في موضوع الفيوز كثير بس أنا بالنسبة لي بس الفيوز ينشرون بعد حين عادي ينشرون كثير يعني أنا بالنسبة لي الأغنية الحلوة هي الأغنية المسموعة الأغنية اللي تشوف كل الناس لما تطلع في الشارع تعرفها الأغنية اللي ترددها العالم وترسل لها كفيديوهات شو أكثر أغنية لحد الحين لجميلة تتردد في كثير الحمد لله شفت أنا من الأشياء اللي أنا عن جد يعني مفتخرة فيها وكنت أقولها يعني من سنتين اللي هو الحمد لله الحمد لله أنه الناس اليوم تذكر اسمي تذكر اسمي مرافق بأغنية يعني مثلا قبل كانت آه جميلة طني ورور بعدين جميلة دمدومة جميلة بنت حديدية جميلة لعب عيال جميلة بالشبلاش يعني اللي هو دايما اسمي مرافق لأغنيتي فهذا دليل نجاح والحين جميلة ولا عليك شو أكثر أغنية من الهدسة اللي سويتها صدقة حسين كلمات مكتوبة لت أنت مكتوبة لي أنا يعني على شخصيت فيها من شخصيتها الأغنية لأن المغنية أو المطربة يغنون أغاني كثير مو بشرت يمثلون حالتهم هما هو مو بشرت مو بشرت تعيش نفس الحال عشان تغني عليها طبعا أكيد بس أكيد إلا وفي أغاني إلها يعني إلها شي من شخصيتك وأنا من أغاني اللي محببة إلى قلبي واللي يمكن عايشة حالتها يا أغنية أسرارنا سمعيني منها شوية أسرارنا خلها لنا وياك تحكي عننا لو زعلنا دي نزال هذي حاجة تخصنا أنا فهمت ليش بس للمشكلة ما نقدر نتكلم في الموضوع أنزين جميلة حلم الأمومة حلم الأطفال الحلم يكون عنده تعيلة تكونين أسرة مثلت مثل أي بنت عندها هذا الحلم لأنه مش كل البنات عندهم هذا الحلم هل هذا الشي موجود تخططين له هتطيع على طرف راكنتي؟ بالعكس يعني ما في واحدة حاليا ما تتمنى تكون أم الأمومة شي جميل وشي حلو وأحس أنا يوم أصير أم حياتي كلها أحا تتغير لا بالعكس أفكر في هذا الموضوع وإن شاء الله يعني الله يرزقني في يوم الأيام أن يكون أم إن شاء الله إن شاء الله بس كيف حياتي بتتغير؟ يعني أنت تتصورين حياتي إذا صرت أم مثلا بتوقفين ممكن غنى بتوقفين مثلا شي معين بتركزين في شي معين لا مش لهذه الدرجة يعني بس أنه يعني أكيد بيكون تركيزي مع البيبي يعني أكيد بس نحن نشوف وائد فنانات تحديدا ما يكمل زواجهم سنة سنتين ينفصلون سواء لحياتهم لأن حياتهم الفنية ولا حياتهم الشخصية ولا 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 الظروف المعينة أنا من الناس التي بتكلم عن نفسي ما أتشجع مرات أو الارتباط ما يشجعني يوم أشوف هذه النماذج جدامي ما أدري أحس لأننا حاليا في حصر السوشال ميديا أحس الزواج صار موضة اللي هو تزوجنا شهر واتطلقنا بعد يومين عشان تتصوين ترند؟ ما أدري أحس كل الناس يعني في ناس كثير أنا زعلت عليهم اللي هما طالعين وبروباقاندا وعرس وحبيبي ومش عارف إيش بس ما يكمل يعني غالبا ما يكون يا زواج مصلحة يا زواج اللي هو يمكن الله ما سهل عليهم ما كملوا مع بعض بس أحس الحياة الشخصية عموما يعني ما تسمت شخصية إلا وتكون خاصة يعني هذا شي خاص فيك يعني أنا اليوم جميلة كفنانة ملك لجمهوري لفني يعني يعرفوا كل شي عن فني بس ما أحس أنه مثلا قصة زواجي أو أي شي تهم الشخص أحس أن هذه حياتي الخاصة من حقي أعيش فيها أنا كإنسانة مش فنانة فنانة شيتان أحس أن الكلام عميق جدا بس يعني هذه حياة خاصة سواء مع عائلتي مع الشخص اللي أنا ممكن مختارة أن أكون معاه أفضل أنه حياة الخاصة تفضل بعيدة كل البعد عن السوشيل ميديا وعن حياة العملية وأنتي عاشتها بهالشكل يعني تفصلين حياتك الخاصة وائد عن حياتك أنا كثير أفصل حياتك الخاصة عن حياة العملية يعني أنا في البيت جميلة العقلية الإنسانة يعني حياتك مثل أي بنت يعني مثلا إذا أنا بقولت ليش يعني مثلا بالعكس الناس إذا شافوا وحدة تراوي حياتها الخاصة أو الشخصية بتحصل شهرة أكثر بتحصل قاعدة زمهرية أكبر بتحصل إعلانات أكثر بتحصل تعليه فلوس أكثر بتّخصر كثير شو بتخصر بتخصر حياة طبيعية مثل شو انت magnitude قررة تخصران حياتك الطبيعية أنت فنانة معروفة أنا فنانة معروفة بس أنا عايشة حياة طبيعية في بيتي برّ بيتيتك حياتك برّ بيتي حياتي ملكل الجمهوري فني بس في بيتي أنا عايشة حياة طبيعية أنا إنسانة مثلي مثل أي واحدة ثانية فيحس الناس اللي يسوون كذا يمكن يمكن يجيني يوم أنا كمان يعني أقول جزء بسيط أو أتكلم عن حياتي الخاصة في شيء بسيط بس أكيد في خطوط حمرة ما بتعدها طباخة ماهرة أنت ولا لا؟ أنت شو رايك أنت دخلت بيتي وأكلت أكل شو رايك والله ماهرة ونص يا سحاول أراوي الناس شوي جزء من بيتك أحب المطبخ كثير أحس الطبخ أحس فن يعني أحب كثير أن أخترع أكلات مش المعتاد فأحب كثير الطبخ حلو وتعلقت فيه زيادة في فترة الحجر بغيتي قلت أنا فترة الحجر علمت الناس وايد تطلخ غير الطبخ جميلة في فترة الحجر أنت قلتي أني مريت في فترة صعبة وكل هالأشياء شو الصعب اللي يمر في الشخص في هذه الأمور أو في هذه المراحل يعني نحن في الحجر أوكي كان علينا ضغط نفسي أكيد وسوينا صفينا حساباتنا وسوينا كثير من الأمور أنت شو سويتي تحديداً يعني أبغي أعرف أن الناس يسمعون أننا سويت واحد اثنين ثلاثة أربعة لأن نحن بعدين نتكلم بالمجمل أتكلم شوية في الخواص شو تعلمتي في فترة الحجر أنسي الأشياء الملموسة في إيديك مثلاً طبخ تنظيف هالأشياء لا أبغي أعرف شعورياً نفسياً عاطفياً جميلة شو صار فيها أقول لك الصراحة غير أني قعدت راجعت أو قعدت مع نفسي أخذت فترة وأحنا يمكن الفنانين أكثر ناس متأذين من هذه الفترة اللي هي ما كان فيها لا شغل ولا شيء فأكيد تأذينها مادياً معنوياً يعني تأذى نفسياً أنت وين رايح؟ أنت إيش حتسوي بعدين؟ لين متى حيكمل هذا الموضوع؟ يعني لما تحضل هذه الفترة وأنت قاعد في البيت لا عندك لشغل ولا مشغلها بس اللي اللهم أنه يعني حاولت ما أمكن أني أسوي استوديو عندي في البيت وثويته وحاولت أخلص أغلبية شغلي فيه وحتى أني أتعلم مثلاً بيانو أتعلم شيء له خاص بشغلي بلس أنه ركزت مع نفسي سويت دايت وانت عارف نزلت كثير كلوات يعني حسيت نفسي أنه بعد هذه الفترة أبغى أطلع إنسانة جديدة فكرياً وكل شيء أبغى أشوف جميلة جديدة بعد هذه الفترة فكثير فادتني وكثير أذتني لأنه كنت بعيدة عن أهلي وكان صار لفترة ما شفتهم وتعرف اللي هو الإحساس اللي يخليك يعني أنا موسوسة كثير أصلاً في هذه الفترة بس الإحساس اللي يخليك تقول أهلي في بلد ثاني وأنا في بلد ثاني لقدر الله صار شيء ما تقدر تروح ما تقدر تسافر فهذه الفترة خلتني أحط نقطة عن الحروف أعطيني شوي من النقط اللي حطتيها على الحروف اللي هو صحتي لازم أفكر فيها راحة نفسية لأنه شوف الراحة هذه لو أنت حسيت فيها دايركت لي حتطلع للناس الناس حتشوفها يوم تشوفك تشوفك مريح أكون بوزيتف لأن أنا كان في أشياء ما بقول أنا كنت نيغاتف بس أنا كنت دايماً من برج الميزان دايماً لأحط السيء والإيجابي قبل للشيء يصير يعني أنا مثلاً بسافر فرضاً طب ولو هالسفرة ما كملت طب فرضاً صار شيء معاي يعني كنت دايماً أحط هذه تتوقع الأسوأ أتوقع الأسوأ دايماً فحاولت أني أتخلص من هذا الموضوع وعرفت إيش يعني أنك تكون مع ناس عن جد تحبك مش ناس تبغى بس مصلحة منك ليش كل ما أتكلم لشخص عن موضوع الحجر والناس وكورونا يذكروني أن المحيط اللي كان فيهم أو عندهم اكتشفوا أن المحيط مش كويس وفي ناس يقول لهم ما در كيف وفي من أصدقائهم راحة ومن أصدقائهم رجعة هل هذا طبيعي أن الناس لما تقعد وتصفي تغربل الأصدقاء الحواليها؟ طبعاً تغربل أكيد تغربل لأنه أنت يعني إحنا عايشين في عصر الصرعة فهذا الحياة السريعة اللي كنا فيها مثلاً أنت تلتقي بشخصه وخلاص وصار صديقك وكذا بعدين تكتشف أنه هو بس يبغى مصلحة منك وبعدين تخلص منه وتروح لمكان ثاني وهذا بس هذه الفترة عن جد خلت يعني الناس تعرف عشان كذا أرجع لكلامي أنه عرفت كيف أختار الدائرة اللي أنا أبغى أكون فيها لأنه كثير ناس خابضني فيهم كثير مثل منه؟ كثير يعني مثل منه؟ مش شيح مش حد محدد يعني بس كثير حسيت بهذا الموضوع أنه لا صرت أعرف أحط أولوياتي وصرت أعرف أشوف نفسي لأنه أنا قبل كنت دايماً أقدم غيري عن نفسي يعني حتى لو يجي علي الموضوع الآن صرت شوي مش شخصية برج الميزان انتبهي أدري أدري يعني أنا برج الميزان بس ما لعلاقة برج الميزان كنت دايماً يعني أفكر في الغير قبل لا أفكر في نفسي بس الحين لا صرت أعطي الأولوية لنفسي أكثر شو حسيتي بالفرق؟ كثير تحس نفسك قوي قوي شفت قلنا الكلمة مع بعض طيب تحس نفسك قوي طب ليش جميلة تعتقدين أن في مجتمعاتنا العربية يوم الواحد يقول أني بديت نفسي على الآخرين يقولوا له أنت أناني هي مش موضوع أنانية بس يمكن أنت ما كنت تعرف تختار لنفسك الجو اللي أنت تبغى تعيش فيه هو مش أنانية يعني إذا أنا فكرت في نفسي إذا اهتميت في نفسي إذا ركزت مع نفسي ومع شغلي هذه أنانية أكيد لا منو كنت تبدين قبل على نفسك؟ كثير ناس أصدقاء يعني؟ أصدقاء كثير بعد فترة الحجر رحتي للمغرب لا صدق أنه من الأشياء اللي أثرة فينا للحين أني صار لي تقريبا سنتين ونص حك شو مشتاقة أكثر شيء؟ قولي لي أن وصفي لي لحظة وصولت للبيت في المغرب لأهلة شو ممكن تسويه؟ مشتاقة لحظن أمي مشتاقة له الشيء كثير وأخوي كمان محمد تتكلمينهم بطريقة متواصلة دائما متواصلة معهم؟ فيديو كول يعني الحمد لله أنه في فيديو كول يقرب شوي المسافات بس غريب ليش ما سافرت لنا الحين؟ كانت جد فترة قبل فترة الكورونا يعني قبل لي تقفلوا المطارات بأسبوع أمي كانت عندي فقعدت معي تقريبا شهر فأقول الحمد لله أنه أنه شفتها مقريبا إن شاء الله رح أنزل لهم إن شاء الله رح أروح المغرب وأشوفهم إن شاء الله إن شاء الله الغربة شو علمت جميلة؟ شو تعلمت في الغربة؟ أكثر شيء يوم تقعدين بينت وبالنفسك تقولين فعلا أن الغربة علمتني أكون أعتمد على نفسي علمتني الغربة أنه أعتمد على نفسي في كل شيء إن إذا ما سويت شيء حق نفسك ما أحد حيسوي لك ما عندت اليوم ناس مثلا يسولت أشياء في حياتك؟ لكن في نفس الوقت أنا تعودت أنه أنا أسوي كل شيء بنفسي يعني أحب أكون مستقلة أحب أكون دايما أنا اللي أنا اللي أسوي شيء يعني إذا أبغى شيء أنا اللي أسوي أكيد في ناس يعني سووا بس غنيتي بالخليجي غنيتي بالمصري بالمغربي بعد قريبا باللبناني قريبا باللبناني؟ أوكي هذا أكسكولوسيف أهلو بس أنت ما زلت مقيمة في دبي أي في خطة أن ترجعين المغرب وتستقرين في المغرب واللي حاس أن خلاص صرت يجزء لا يتجزء من المجتمع العربي العايش في دبي والمغرب فقط هي مرحلة زيارة أو نقطة زيارة لا المغرب بلدي يعني أكيد ما حد ينكر أصلا في النهاية والإمارات أعتبرها بلدي ثاني طبعا لأنه أنا مثل ما قلت لك أنا يعني يمكن جيت الإمارات وأنا صغيرة فنضوجي كان في الإمارات شخصية جميلة تسوت في الإمارات قويت شخصيتي اعتمدت على نفسي عرفت أنه أنا اللي لازم أسوي فوقفت يعني موضوع أنه مثلا تكون عايش لوحدك وتدفع فواتيرك وتشتغل وتروح وتجي ومش عارف إيش وكذا وكذا غير لما تكون مع أهلك أي حد عايش مع أهله دايما يخلي شوي الاعتماد أو الحمل عليهم اللي هو إذا أنا ما سويت أهلي بيسوه بس أنا صارت عندي هذه المسؤولية حتى حتى أهلي صاروا يشوفوني أنا للكفر يعني أنت اللي موجود اليوم فعلا مسؤولة عن أهلك مثل ما أبوت قالت طبعا نصيحة أبوت قبل ما تروحين المغرب بعدها أي يعني أحس يعني الله لا يقول بس ما أدري أنا أوقاتي جيني هذا الإحساس اللي أهلي من غيري حيضيعهم لأن من جد صاروا يعني أي شي سووا يرجعوا لي فأنا أنا أنا في الصورة أنت اليد الحاني أخلينا نقول موش الكفر ممكن نزين دايما يقولون كل اللي طلعوا بره بيت أهلهم وعاشوا فترة طويلة خارج بيت أهلهم من الصعب يرجعون مرة ثانية ويعيشون تحت سقف واحد مع أهلهم الاستقلالية تعلمهم أشياء جدا كثيرة طبعاً في ناس تتعود تعيش بروحها أنت شو؟ يعني أنا مثلاً لما أنزل بيت أهلي أكيد يعني أكون يعني بيت حنون أمي معاي مش محتاجة شي أخوتي معاي كل شي أوكي أهلي بس تعرف تجيك هذه الفترة اللي I need space يعني أحتاج أن أكون بروحي فترة شوي صغيرة هو موضوع تعود هو بس تعود أنه أنت متعود تقعد مع نفسك ما تبغى تكلم حد ما تجيك هذه الفترة اللي هو طبيعي أبغى بس أقعد مع نفسي ما أتكلم ما أسوي شيء ما أسمع ضجيج شو مخططات شت المستقبلية؟ يمكن هذا السؤال شوي يكون جداً مكرر شو مخططات شت المستقبلية؟ أنا أبغي أعرف فعلاً جميلة يوم قاعدة ترتبت أمورها شو تبقى تسوي؟ وقت من أموركم بالكتمال حلو مع بالعكس أنا أحترم هذا الشيء جداً عندي مخططات بس تشوف من الأشياء اللي تعلمتها أنه ما أتكلم عن مخططاتي طموحة شوين توصلين؟ طموحي ما لحدود في الغنى تحديداً؟ أي ما لحدود في حياتي كلها طب غير الغنى ما في مجال ثاني توجهتي لأنه حتى أيضاً في نفس الشيء لكورنتين وكورونا نصرت تفكر توسع مصادر دخلها أي صرت أفكر في البزنس شو البزنس اللي تطمحين تسوينا؟ أي شيء أنا أفهم فيه مثل شو؟ طبخ مثلا؟ ممكن بس صارت يعني من الأشياء اللي قاعدة أفكر فيها أنه يكون عندي بزنس غير الفن يعني يكون عندي شغل خاص وقاعدة تشتغلين عن هذا الموضوع؟ أي منو بالنسبة للفنانات اللي فعلاً ممكن تقددين فيها في هذا الشيء؟ لأن اليوم كثير الأمثلة أن فنانة سويت براند خاص فيها ولا سويت بزنس معين ويقولون ويعلنون أنا سويت كمان براندات خاصة فيني بس مش هذا يعني مش هذا الطموح الأكبر أنه أكيد يعني إذا تبغى تسوي شيء يعني كبزنس اللي هو له ثقل لازم تخطط له ويكون له دراسة يعني قوية عشان يكمل مش يلا أسوي براند وبيع أونلاين ومش عارف إيش لنفس السؤال لا تلفين والدوري ما تبعين التوابين مثل منه مثل منه؟ هاي يعني وحدة تشوفين ها تقولين والله هذي قولز على قولتهم أو طموحة أو أكون نفسها أو بسوي شيء مشابه عربية أجنبية ده ما تبعين تقولين عرب في أجانب وايد اليوم ريانا مثلا ريانا تعرفينها ريانا تركت الغناء وصارت بليونير صحيح من فترة بس وجيزة خلاص أعلنوا أنها هي بليونير صحيح طيب ما شاء الله هاي وحدة من العرب أنت تشوفين من الأمثلة اللي يحتذا بها؟ من العرب أنا على حسب ما أسمع وأنا محبة لها كثير أحلام أحلام يمكن أذكر في فنانا أحلام لأوجهها على تحية كمان أذكر في لقاء من اللقاءات كانت قالت هي من أول ما بدت فكرت في العقار عشان تعرف أنه بعدين يكون لها عندها مصدر دخل ثاني يمكن من الفنانات اللي أنا سامعة عنهم هذا الشيء ما أعرف إذا صح أو غلط مادر يا حنان وجهلك الخير حياة الله ومفاهدة إذا تشوفينها بس أنا أتكلم عن فنانا اليوم تكلمت وأعلنت على أن مثلا أنا عندي الموضة اليوم هو براند ميكوب كل حما عندهم في هودا بيوتي عنده تبلقيس عنده تنوها نبيل مثلا أيضا انفلونسر ومشهورة كثار قاعدين يدخلون في سلينة جوميز من الأجانب سلينة كنت بقول لك سلينة كثار يعني صارت هذه موضة بس هذه موضة كخط ناجح أنه اللي بتنزل عارفة أنه كل حد بيشتري من وراها أكيد طبعا لأنه الاسم يلعب دور كمان اسمك ما يلعب دور إذا سويت لا بالعكس أنا سويت كمان سويت بس أنا يمكن ما كملت في الموضوع ليش ما كملت شو اللي صار ما كملت لأنه تعرف اللي سويت بس كده من غير دراسة من غير تخطيط بس تعلمتي وبتسوي مرة ثانية أكيد طبعا وقاعدة أشتغل أصلا على أشياء إن شاء الله ما أنا عارف أن تشتغلين على أشياء بس ما تبيني تقولين أنا أستحاول أسحب منت اليوم صايرة صعبة شوية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أحب إذا سولفت على أشياء يعني إذا تكلمت على شيء كثير ما يصير ما يصير يعني هاي من الأشياء اللي عن جد يعني عرفتها فيني تعلمتي منها تعلمت منها خليها يعني يقول لك كل شيء في وقت حلو صحيح من وأصدقائك جميلة وكثير عندي أصدقائك عدة ديلي يا سامي ناس معروفة هم صداقة صداقة ناس معروفة نعرفهم نحن كثير ما بغى أقول أسماء الحين يعني أنا أتكلم عن صداقات فنانين ممثلين كثير يعني أنا الحمد لله غريبة مع الكل غريبة يعني لأن صراحة يعني كل الفنانين يوم نكلم عنهم يقولوا ما في صداقة في المجال الفني وما عمنا أصدقائي وينعدون على الأصابع أي طيقا أكيد ينعدون على الأصابع بس بس كيف ينعدون على الأصابع ويقول لي كثير مشارفة قدي لهم لأنه أنا علاقاتي مع الكل زينة لا فيه فرق بين مع الكل زينة مع ناس يدخلون بيتي وناكل مع بعض أو نسافر مع بعض من الناس اللي يدخلون بيتي اسماء المنور اسماء المنور حبيبتي أنا أشيق صوت ها أنا ما شفتها أو لا مرة يعني يمكن من الفنانات اللي أنا حطيتهم يعني بمكانة خاصة اللي هو يعني أحسها زي أختي الكبيرة من هو أكثر إنسان تشكيله وتقولي لا عطني نصيحة أو عطيني نصيحة يوم أنت مضايجة كثير عندي شخص معي ما تبعين تقولين منهم حاملة الأسرار اليوم من الحلقة بقول إن حاملة الأسرار زي منه أكثر شخص في الدنيا صدق خذلت من أصدقائك واللي ناس اشتغلت معهم كثير أعطيني أمثلة أنا ما بقى سامي طبعا أنا أقول لت منه مو بمعنا تقسم تقولي لي موقف صار معاك من المواقف اللي تصير معانا نحنا بشكل يومي كثير يعني من المواقف اللي تصير إنه مثلا الواحد يبغى بس مصلحة منك يبغى يبين معاك يبغى الناس تعرف عن طريقك اللي هو على طول معاك على طول معاك فالناس تشوف معاك على طول فيصير في ناس تدور على شهرة في ناس تدور يعني كثير كثير بس ترى الدنيا مصالح الدنيا تي ماشية الدنيا مصالح وأنا أشوف أنا ما عندي مشكلة في هالموضوع يعني أنا في شخص من الأشخاص من دون ذكر أسامي أنا كان معاي وكان يبغى مصلحة مني بس اللي هو قايلها بطريقة يعني كيف أشرح لك قايلها بطريقة غير مباشرة فأنا عطيته في الوجه قلت لي اسمع أنا أعرف أنه أنت تبغى مصلحة مني فتعال لي دايريكت لا تستغباني يعني أنا هذا الشي نرفزني كثير الشخص اللي يستغباني نرفزني كثير تبغى شي مني يقول لي إذا استطعت أسوي لك وسوي لك بس لا تلفوا الدور شو تبغى جميلة من الدنيا؟ أنت يوم تقولين أبا واحد ثمين ثلاثة تحسين شو تبين منها الحياة؟ أما راحت بال صعبة راحت البال؟ كثير صعبة مشكلة الناس تحس فيها كيف راحت البال؟ راحت البال معناتها أنه فيها استقرار فيها فيها حياة حلوة فيها شغل كويس لاحظي أن أكثر حركة سوتي هون تتكلمين هل عندك مشكلة احتواء؟ كيف يعني؟ يعني عندك مشكلة أنه تلملمين زمام الأمور وتكون مسيطرة على الأمور يعني أنه صرت أي؟ يعني حس كل شي خارج عن السيطرة عندك كثير ما إيدتك تحركت بشكل دائري صحيح 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 ليش؟ من الأشياء اللي كانت عندي اللي ما كنت أفكر اللي هو خلاص يلا تجي تجي بس لا كيف جت؟ صعير أسوي هذه القوقع شفت هذا الحركة صعير أسويها أكثر حركة سوتيها اليوم أحس في دائرتي ومع ناسي اللي أنا أوثق فيهم واللي أحبهم واللي في تفاهم وفي ثقة متبادلة هذه للناس يعني حابة أحافظ عليهم تربط علاقة جدا 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 قريبة أيضا من يسرى سعوف صحيح صديقتك أنا أتكلم عن فناني يمكن اللي أنا بعد أعرفهم وشفتهم عبد الفتاح عبد الفتاح القريني عبد الفتاح القريني يسرى كثير كثير فنانين أنا شفتهم وفي تربط بينهم صداقة هل هم ينصحونك ولا أنت تنصحينهم أنا بابس أوصل لها النقطة منو ينصح الثاني في الفنانين اللي يعرفون بعض يعني مثلا تستشيرين حد في أغنية معينة بلحن معين سوي هذا الشيء يعني إحنا نستشير بعض إحنا نستشير بعض في الفن عموما يعني قبل ما تساوين أغنية من أول شخص تسمعين الأغنية أنه سمعي أو اسمع شو رايك شو رايك قليني وجهة نظر صائبة يعطيك أحس أنه نصايحه جدا في محلها يعني إله إله نظرة مختلفة من الأشياء اللي أنا يعني أفكر فيها يعني يجيني دايما على النقطة اللي أنا أبغاها في أغنيةش الأخيرة من الشخص اللي قالت إن هاي الأغنية هت وبتعلم كثير ناس ومنهم أنا اللي أسميه الأب الروحي الأستاذ حسن طالب حسن طالب كمان من الأشخاص اللي كثير أثق فيهم وأثق في اختياراتهم لأنه ما شاء الله يعني مسيرة طويلة جدا تذكرين إذا رجعتك على قبل 2007 كم أول أجرست لم تي على صوت ركبتي لأغنية معينة أو مسرح معين في مهرجان معين ككورال أنا ابتديت ككورال فأول أجر أخدته ككورال كان هو 300 درهم مغربي اللي هنا تقريبا 150 درهم شو سويتي فيه؟ أذكر أول مرة دخلت سويت أهات فعطوني 300 ووقتها كانت 300 درهم في المغرب إنه شي يعني كل فلوس وقتها في هاك الزمن كانت أكثر لأنه ماما أجدتها فترة اللي هو تعبت من تعبت من حبي للفن إنه أنت ش راح تسوين بهذه الأشياء؟ أنت ما حتوصلي لشي يعني خلاص تعبت اللي مش طالع ملك منه شي فركزي على دراستك أكثر وأنا أقول لها لا أبغى أغني يعني أبغى أغني فأول مرة رحت واستلمت هذا الأجر ورجعت قلت له شفتي شو الغناء يسوي؟ إنه خلاص صرت أعتمد على نفسي لأنه أنا من الأشخاص اللي كانت نفسي عزيزة يعني حتى من أهلي ما حب أطلب فلوس أذكر كان الوالد يحط لي في الشنطة من غير ما أنا أشوف بس عشان لأنه كان يحس بهذا اللي أنا أجي أقول له مثلا أعطيني عشان أخذ البعث أو مش عارف إيش يعني يحس أنه أنا قايل لها من غير نفسي وقام يسويها من غير ما أنا أطلب منه الله يحفظ للوالد والوالد وإخوانته وأختته وكل اللي تحبينهم يا رب جميلة إذا بتقولين كلمة شكر لشخص واحد اليوم منو هذا الشخص وليش بتشكرينه؟ أو تشكرين أشخاص عدة أشخاص في حياتك دون ذكر سبب؟ أشكر كثير أشخاص أنهم وقفوا أعطينا أسامي أسامي كثير صعب أن أقول قولي بالمتبد كثير صعب أن أقول بس بشكرهم عن جد هم عارفين نفسهم هم عن جد عارفين نفسهم أن هم دايماً واقفين معاي زي ما يقولون في السراء والبراء فوقفين معاي في كل شيء عارفين إيش أبغي فقاعدين يساعدوني بطريقة أو بأخرى بشكر وجودهم في حياتي لأنه معطيني أمل النباتر أحلى؟ النباتر أحلى إن شاء الله دائماً نباتر أحلى تسلمنا آخر شيء شو هي الأغنية اللي فعلاً تمثل جميلة؟ ما أنا قلت لك الأغنية؟ لا أتكلم عن أغاني غير أغانيت أغانية غير أغانية؟ يعني تقولين أنّا لما تسمعين هالأغنية دائماً تسمعينها تقولين This is my song هذه أغنيتي ممكن يكون لها معنى جميل ممكن لأن تحبين هذه الأغنية ممكن كبرتي عليها نحنا كلنا عنا أغنية وأغانية مفضلة حالياً اللي جاي في بالي أغنيتي اللي نازلة قبل أسبوع ولا عليك كثير أحس ببهجة بهجة فعلاً الغنية بهجة خصاياً ما تقوليني شو رد الباب وخد الباب وروح نسمعها 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 الحين؟ الحين بس بشرط أبغي المقطع اللي فيه تون طويل هذا الجميل نسمعها 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 شكراً تسلم